هذه أبرز العنوين الجامعة الملكية المغربية لكوات القدم تتلقى عرضا بخصوص مواجهة منتخب عالمية في مارس المقبل بالديار الفرنسية مدارب منتخب إسبانيا ديلافوينتي يوجه صدمة قوية لإبراهيم دياز بسبب قرار اختياره اللعب للمنتخب المغربية الدولي المغربي عمران لوزا يواصل عزف تألقه مع نادي لوريانا في الدول الفرنسي لاليكا هيرفيرونار التالب الفرنسي يوافق على تدريب المنتخب المصري بشرط واحد تلقت الجامعة الملكية المغربية لكوات القدم عرضا من الشركة الفرنسية المتخصصة في تنظيم المباريات الدولية لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين المغربية والسنغالية في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر المارس القدم وذلك بالتزام مع فترة التوقف الدولية ووفقا للمصادر المسؤولة فإن الشركة الفرنسية عرضت تحمل جميع مصاريف الإقامة وتنقل المنتخبين المغربي والسنغالية مما سيجعل المباراة المنافسة مثالية لكل فريقين لاستعداد البطولة القادمة وسيتخذ قرار نهائي بشأن إنقامة المباراة بعد إجتماع فوز القجع ورئيس الجامعة المغربية لكرة القدم مع وليد الرقرقية الأخب الوطني لمناقشة طالبات التي توصلت بها الجامعة لبرمجة مباريات ودية خلال شهر مارس وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي معفى من دور تمهيد لتصفيات المؤهلة لكاسم أفريقيا والتي يستضيفها المغرب في عام 2025 بينما استبدأوا التصفيات الفعلية في شارس سبتمبر القادم رغم أن المغرب سيستضيف هذه البطولة عاد إبراهيم دياز لعب ندي ريال مدري الإسباني لكرة القدم إلى خلق الجدل من جديد بسبب منتخب البلد الذي سيحمل ألوانه المغرب أم إسبانيا إبراهيم دياز ومن جهة أخرى فقد عادت الجامعة المغربية لكرة القدم لربط تواصل مع اللاعب ريال مدريد إبراهيم دياز حيث سرعت الجامعة من اتصالاتها بغية تأهيل اللاعب حتى يتمكن من تغيير جنسية الرياضية من الإسبانيا إلى المغربية ويشارك رفقة المنتخب الوطني المغربية في المباريات القادمة التي تحصص تصفيات نهاية بطولة كالسل عالم 2026 وتطرق ديلافوينتي مدرب منتخب إسبانيا إلى موضوع دياز موشيرا في تصريحاته الصحفية بأن دياز حالة غريبة بسبب تأخره في اختيار هوية البلد الذي سيمثلها فواصف ديلافوينتي بأن دياز يبتز في هذه الحالة وهذه أمر غير معقول وغير مقبول اتصالات بين الجامعة المغربية واللعب دياز تستبق جلسة تقييم التي ستجمع بين فوز القجع والمدرب الرقراغي للبحث عن أسباب خروج المنتخب لمخيب الأمال من دور ثمو النهائي وسبق لإبراهيم دياز أن عقد اجتماعا مع وليد الرقراغي أثناء فترة لعبه مع نادي ميلال إيطالي كمعارة من نادي ريال مدريد الإسبانية وتحدث معه عن إمكانية تمثيل منتخب المغرب وهو الأمر الذي اقتنع به الصاحب الرابع والعشرون سنة والذي بات على بعد خطوة من تمثيل بلاده وبلد أجداده المغرب واصل الدول المغرب عمران لوزا تألقه رفقة الفريق لوريان خلال مباراة التي انتصر فيها نادي على مايتيز بهدفه مقابل هتف واحد من الجولة العشرونة من التوري الفرنسي وسهم الأسد الأطلسي في فوز مهم للنادي لوريان على ميدزا عن طريق تمير حاسم أسيس في حدود الدقيقة التاسع عشر تمكن من خلالها الإفواري محمد بامبا من تسجيل هدف الأسباق لأصدقاء لوريانا وأصدق ودرك اللعب ديدي لا مأكل التعادل لميدز في حدود دقيقة التانية والعشرونة لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لميدليها وإن سمر ضغط أصدقاء عمران لوزا في شطر التاني ليثمرا في الدقيقة الثامنة والخمسونة من هذا هدف بسجله بانسو كريتسيس وقدم عمران لوزا مسواجه في أغلب أطوار اللقاء ميدز والوريانا حيث عصل على تنقيد 8.1 في المباراة حسب مؤشر سوفا سكور المتخصص في الأرقام والإحصائية ورفع لوريانا رسيده إلى 16 نقطة في مركز 17 قبل الأخير بفارق الأهداف فقط خلف ميدز في المركز 16 وكان لوزا المنتقل حديثا إلى فارق لوريانا من نادي واتفورد قد تألق في مباراة سابقة بعد تسجيل هدف وتقديمه تمير حاسم أمام لوهافر في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلهما في جولة 19 من الدول الفرنسي وكان لوريانا قد نجح في استعارة لوزا من نادي واتفورد الممارس بالدول الدرجة الأولى الإنجليزية خلال فترة الانتقالات الشجوية الجارية وإلى غاية نهاية الموسم الجاري ويصار إلى أن دعام رالوزا صاحب الرابع والعشرون عامن يرتبط بعقد مع نادي واتفورد يمتد إلى غاية صيف سنة 2028 كشفت تقارير الصحفية المصرية أن الفرنسي هيرفير نوران مدرب السابق للمنتخب المغربي وفق على عرض الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل قيادة الفراعنة في الفترة المقبلة ووفق لموقع كورابلويس فإن نارونار وفق على تدريب منتخب مصر لكن بعد الانتهاء من أولمبياد باريس لرفض الاتحاد المصري لكرة القدم راحله في الوقت الحالي وتابعة المصادد ذاتها أن نارونار عرض أن يقوم بمعاينة في الوقت الحالي بالتواجد مع مصر وأن يحضر مباراة الفراعنة من مدرجات ويتابع كل الأمور على أن يتولى قيادة تقنية يقبأ انتهاء من أولمبياد باريس وأوضحت المصادر ذاتها أن نارونار طلب المفاوضين من الاتحاد المصري مهلل تفكير في مسألة وتم تحديدها 48 ساعة للرد عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر